وبمناسبة الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر استطلعت كاميرا التلفزيون المصري أرأى عدد من الطلاب بجامعة بورسعيد بإشان تطويل العملية التعليمية في إطار الخطة الشاملة للتنمية المستدامة الجامعة بتاعت الفترة اللي فاتت شاركت كتير في أنشطة منها يعني طبعاً تميزت فيها اللي هي النشاط بتاعها الزبوب بتاعها شباب جامعة حلوان اللي طبعاً أول حاجة أخذت فيها المركز الأول طبعاً اللي هي على كل المجالات في الجوالة بعدين نتعمل نظام بابل شيت غير نظام الامتحانات مقالي الامتحان بابل شيت وده سهل الموضوع الحافظة لما نراش بنحفظ ذي الأول بأنه يعني منفع منفع مكتب ما منحفظ في الكلية عندنا وقفت كمان أنهما عايزين يعملون نظام جديد نظام بركترون في الامتحات بعد الكمبيوتر مكان الواقع في المادة محاسبة التكاليف تعليم فعلاً متطور إحنا عموماً نظامنا MCQ وده النظام حلو جداً وسهل على الطلبة الحفظ لأن فيه طلبة كتير ما بتعرفش تحفظ إن فيه ناس طبعاً متخرجة من علم كل الحاجات اللي بنسبالها مسائل ورياضة وحاجات من دي مش عارفة إنها تحفظ الحاجات الأدبية فده سهل عليها أكتر إنها تبقى عارفة النظام وعارفة حل الحقيقة أنا شايفة إن جامعتي في الفترة اللي فاتت دي كان فيها تطور يعني ملحوظ جداً للطلبة بحيث إن إحنا كانت الجامعة بتقدر توفر لنا خدمات كتير كانت الأول مش موجودة هتكلم عن حاجة أنا كنت موجودة فيها أنا شخصياً أنا ألفة وحدث التضامن الاجتماعي داخل الجامعة الواحدة عندنا كانت بتقدم دعم للطلبة بحيث إن تقدر توفر للطلبة الغير قادرين على دفع المصرفات المصاريف داخل الكليات وقدمت ورش تدريب للطلبة في الفترة اللي فاتت دي كزا اتعمل كزا ورش التدريب وكزا ورش اتعمل طلبة داخل الجامعة ترجمة نانسي قنقر